وصل المواطنون في مدن وأحياء القاهرة الكبرى التوافد على الحضائق العامة لقضاء ثالث أيام عيد الأطحى المبارك من بينها الحديقة اليابانية بحلوان واسطى استعدادات وتجهيزات كبيرة لاستقبال الجمهور على مدار أيام العيد المزيد في سيق تقرير التالي نتابع مع حضراتكم بأشجارها ومسطحاتها الخضراء تزينت الحديقة اليابانية بحلوان لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الأطحى المبارك حيث تعد متنفسا لأهالي حلوان والأحياء المجاورة خاصة مع رفع حالة الاستعداد بالحديقة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور الجنينة طبعا لها مناظر طبيعية خلابة فيها البحيرات الصناعية فيها البرجلات الخشبية فيها المعلم شيبة وتلاميزه احنا طبعا بتوجهات رئيس مجلس الإدارة اللي هو محمد سلطان ومدير عامل المشروع ادانا الأمر بان احنا نعمل استعدادات كاملة ورفع كفاءة الحديقة استعدادا لاستقبال الزوار واستعدادا لاستقبال الجمهور المحترم بحيث انه يتمتع في فترة أيام العيد بالجنينة وبمناظرها الطبيعية وبالمناظر الخلابة اللي موجودة فيها الحديقة هنا حديقة أسرية فيها أشجار ندرة وأشجار قديمة وعمرها كبير ممكن يوصل لمية سنة فيه أشجار زيتين البنغالي دا وعمرها كبير وندرة وأشجار السنوبر وأشجار التوية حالة من السرور والسعادة تسود لدى الأسر المصرية خلال أيام عيد الأطحى حيث توجهت الأسر للاستمتاع بالهواء الطلق والمساحات القدراء داخل الحديقة الأول ما كانتش كده كان فيه تغيير طبعاً فيه تطور حصل فيها نعم كان فيه أماكن شغلة يعني المايا كانت شغلة ويعتبر في كل الأماكن كان بديها شكل حلو يعني ما بديتش شغلة دلوقتي محتاجة شوية شغل بس تحسنوا منها شوية في الفترة اللي فاتت ديت جاية نارزة يعني أتفسح ألعب وكده وغاية مع منت وبابايا من سكان حلوان فعندنا الحديقة اليابانية ديت من قديم الأزل في حلوان يعني من الجنين اللي الأطفال بتبزت بيها والكبير بتبزت فيها قبل الصغير يعني الحديقة اليابانية هي أحد أكبر معالم حلوان من حيث المساحة والإنشاء فتبلغ مساحتها 12 فداناً وإنشاءت لتكون قطعة من اليابان في تصميمها حيث يوجد بالحديقة العديد من المزارات أهمها 44 تمثالاً باللون الأحمر وبعض من تمثيل الفيلة على طراز اليابانية لتكون معلماً شاهداً على عمق العلاقات بين الشعبين المصري واليابانية أحمد الحسيني التلفزيون المصري